يشد نو أنه تجددت الاشتباكات بين آل جعفر وآل الجمل بين الأراضي اللبنانية والسورية وكان في معلومات عن سقوط قتيل من آل الجمل وبمعلومات للل بي سي آي تعرض موكب نوح زعيتر من قبل آل الجمل لإطلاق نار من بعد ما كان أشرف على صلحة بين آل الجمل وآل جعفر الثاني خبر هو عن موضوع مرسوم التجنيس اللي كان الأمن العام عم بيدق بالأسامة اللي موجودة فيه وكمان بمعلومات للل بي سي آي الأمن العام رح يرفع نسخة عن ملف التجنيس لوزير الداخلية نهاد المشنوق وعلى أنه يصير من بعده يتم إصدار مرسوم جديد بعنوان تصحيح خطأ مادة بالمرسوم القديم وبتنشطب منه الأسماء اللي رح يرفعها اللواء إبراهيم كونها غير مستحقة للجنسية وبنفس الموضوع كمان اليوم حزب القوات اللبنانية قدم طعن بمرسوم الجنسية أمام مجلس شورة الدولة اشتركوا في القناة